ما هو ناتج قسمة 350 على 50؟ افترضوا أن لديكم 350 قطعة حلوة مثلاً وتريدون تقسيمها إلى مجموعات في كل منها 50 قطعة كم مجموعة سينتج لديكم؟ يمكنكم أن تعدوا بزيادة 50 حتى تصلوا إلى 350 ثم تعدوا المجموعات التي حصلتم عليها هذه مجموعة من 50 قطعة زائد مجموعة أخرى من 50 تحصلون على 100 زائد مجموعة أخرى من 50 يساوي 150 قطعة مجموعة رابعة يصبح عدد القطع مئتان مئتان زائد خمسين أخرى يساوي مئتان وخمسين زائد خمسين أخرى ثلاثمائة زائد مجموعة أخيرة تحصلون على ثلاثمائة وخمسين هذا يعني أنه يمكنكم تقسيم ثلاثمائة وخمسين على هذا العدد من المجموعات المكونة من خمسين قطعة كم عدد هذه المجموعات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثلاثمائة وخمسين مقسمة إلى مجموعات من خمسين تساوي سبعة ربما تلاحظون شيئاً عندما تنظرون إلى ناتج القسمة سبعة عندما تقسمون خمسة وثلاثين على خمسة يكون الناتج سبعة أيضاً خمسة وثلاثين مقسمة إلى مجموعات في كل منها خمسة يساوي سبعة هذا يعني أن الصفرين لم يؤثر على الناتج النهائي أي أنكم تخلصتم منهما أو اختصرتموهما الصفر الموجود في العدد الأول يلغي الصفر الموجود في العدد الثاني ما تفسير ذلك؟ القسمة هي عبارة عن كسر اكتبوا ثلاثمائة وخمسين تقسيم خمسين في صورة كسر ثلاثمائة وخمسين على خمسين الخط الكسري هذا يمثل إشارة القسمة هذه أي أن ثلاثمائة وخمسين تقسيم خمسين هي نفسها ثلاثمائة وخمسين على خمسين وعندما يكون لديكم كسر مثل هذا يمكنكم تبسيطه الصفر الموجود في نهاية العددين يعني أن العددين من مضاعفات العشرة أي يمكنكم أن تقسموا العددين على عشرة وعندما تقسمون عدداً صحيحاً يوجد في نهايته الصفر على العدد عشرة تتخلصون من الصفر في نهاية ذلك العدد إذن ثلاثمائة وخمسين تقسيم عشرة يساوي خمسة وثلاثين يمكنكم تقسيم الثلاثمائة وخمسين إلى خمسة وثلاثين مجموعة في كل منها عشرة اقسموا الخمسين على عشرة بنفس الطريقة تتخلصون من هذا الصفر هذا يعني أنه يمكنكم تقسيم الخمسين إلى خمس مجموعات في كل منها عشرة والناتج النهائي هو خمسة وثلاثون خمساً أو خمسة وثلاثين تقسيم خمسة ويساوي سبعة وهو الناتج الذي حصلتم عليه هنا تلاحظون في الحالتين أن ثلاثمائة وخمسين تقسيم خمسين يساوي خمسة وثلاثين تقسيم خمسة عندما تقسمون عددين صحيحين في نهايتهما أصفار يمكنكم اختصار الأصفار معاً وبعد أن تتخلصوا من الأصفار يصبح لديكم أعداد أصغر مما يجعل عملية القسمة أسهل مثال آخر أربعمائة وعشرين تقسيم سبعين لاحظوا أن العددين صحيحان ويوجد في نهاية كل منهما صفر اختصروا الأصفار معاً اختصار الأصفار يعني أنكم قسمتم العددين على عشرة وبهذا تحصلون على عملية قسمة أسهل وهي اثنان وأربعين تقسيم سبعة اثنان وأربعين تقسيم سبعة يساوي ستة هذا يعني أن أربعمائة وعشرين تقسيم سبعين يساوي ستة أيضاً المثال الأخير خمسة آلاف وستمائة تقسيم ثمانين لاحظوا الأصفار في نهاية العددين يمكنكم أن تختصروا هذا الصفر مع صفر واحد فقط في العدد الأول لا يمكنكم اختصار الصفرين لأنه عليكم أن تختصروا نفس الأصفار في العددين تصبح عملية القسمة خمسمائة وستين تقسيم ثمانية وعملية القسمة هذه صعبة نوعاً ما لكنها بالتأكيد أسهل من الأولى لأن العدد خمسمائة وستين يساوي ستة وخمسين عشرة يمكنكم إعادة كتابته كالتالي عشرة ضرب ستة وخمسين فعشرة ضرب ستة وخمسين يساوي ستة وخمسين مع صفر في نهاية العدد لاحظوا أن عملية القسمة أصبحت أبسط فيمكنكم أن تقسموا ستة وخمسين على ثمانية وتضرب الناتج في عشرة ستة وخمسين تقسيم ثمانية يساوي سبعة عشرة ضرب سبعة يساوي سبعين ولأن خمسمائة وستين تقسيم ثمانية يساوي سبعين فإن خمسة آلاف وستمائة تقسيم ثمانين يساوي سبعين أيضاً عندما تختصرون الأصفار وتكملون عملية القسمة تحصلون على نفس النتيجة لكن تذكروا أن عليكم أن تختصروا نفس العدد من الأصفار فهنا مثلاً يمكنكم أن تختصروا صفراً واحداً في المقسوم مع صفر واحد فقط في المقسوم عليه إذن عليكم دائماً أن تختصروا نفس عدد الأصفار في المقسوم والمقسوم عليه وحتى تختصروا الأصفار يجب أن تكون موجودة في نهاية العدد الصحيح وليس في أي مكان آخر فمثلاً عندما تقسمون خمسمائة وستة على عشرين لا يمكنكم أن تختصروا الأصفار معاً لأن هذا الصفر ليس موجوداً في نهاية العدد وإذا اختصرتموا الأصفار تحصلون على ستة وخمسين تقسيم اثنان وهي لا تساوي خمسمائة وستة تقسيم عشرين إذن لا يمكنكم اختصار الأصفار إلا إذا كانت موجودة في نهاية العدد ويجب أن تختصروا نفس العدد من الأصفار في المقسوم والمقسوم عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر